عدا معنا لأهلنا لأستاذ عبدالقادر النايل للحديث أكثر عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق وتدعيات قصف الميليشيات الموالية لإيران للسفارة الأمريكية في بغداد أرحب بك مرة أخرى أستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي العراقي من يقف وراء القصف؟ أشعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام من المعلوم تماما تتقل الصراع الأمريكي الإيراني في العراق من المجهول إلى المعلوم كثيرا ما كان يكذبون أن هناك استباس لعملية الصراع لكن اليوم أصبح واضحا وجليا للجميع أن الأرض العراقية تحتضل الصراع الإيراني الأمريكي بطريقة واضحة تماما وهو وصل إلى مرحلة تكشيف العظام بين الطرفين الذين توافقوا على احتلال العراق وبناء عملية سياسية على أتصائفها بالتالي التصعيد الحاصل وهو عملية إيران أن تحرق العراق هي تقودها ميليشيات حزب الله والموالية لها من الميليشيات الأخرى التي اتخذت خيار أن تكون هي طليعة المواجهين للتواجد الأمريكي نيابة عن إيران أو خدمة للمصالح الإيرانية لأنها مرتبطة مع النظام الإيراني وتنفذ أجنداتي وهي أحد مخرجات البناء للحرص الثور الإيراني بدون المهمات الخارجية وبالتالي من يقف وراء عملية التصعيد والقصوب هي ميليشيات الحجر الشعبي في طليعتها ميليشيات حزب الله التي دربتها إيران وتتخذ من جرف الصخر قاعدة عسكرية لها توازي قاعدة التاجي وعلى هذا الأساس الخيار الإيراني الذي ذهب باتجاه إحراق الإيراني من أجل المصالح الإيرانية ومن أجل بقاء إيران بعيدة عن التوترات والاتهدافات المباشرة بطريقة واضحة تماما على الرغم من أن الميليشيات غالبا ما تقف وراء هذه العمليات لأنها لا تعلن مسؤوليتها علنا بل على العكس تتنصل من المسؤولية على لسان قادتها لماذا هذا التنصل من وجهة نظرك؟ لماذا لا يكوننا بأكثر وضوحا؟ الميليشيات تحاول عملية إدامة تواجدها من خلال الإخطاء والتصريح العالمي لأنها تخشى من الاستهداف وردة الفعل الأمريكية من استهداف مقراتها وقد خدثت بعض الاستهدافات التي كسرت ظهورهم ومنها اقتيال المهندس واختيال قاسم سليماني وبالتالي مسؤولي هذه الميليشيات يخشون على أنفسهم لكنهم متورطون إلى حد النخاء بالعمال إلى إيران لتنفيذ أجنداتها وبالتالي الأراضي الإيرانية تحفظنهم ولا وجودة إلا أن ينفذوا إيرادة إيران لذلك هم بين فكي نار لذلك هم يخفون هذه القضية لأنهم لا يمتلكون الإيرادة والقوة والاستمرارية في مواجهة الاحتلال الأمريكي هي ليست كالمقاومة العراقية التي انبتقت للاحتلال الأمريكي في أيام وسنواته الأولى هؤلاء لا يمتلكون لا عملية الاستمرار ولا الصبور ولا يمتلكون المجمدين الذين من خلالهم يتم بحرب طويلة سعر عبدالقادر هل الأمر علاقة ما ربما بالفيروس المستجد الآن هناك من يرى أن القصف جاء على خلفية رفض الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن إيران التي طالبت بذلك من أجل مكافحة الفيروس الذي تفشى بقوة فيها ويحصد أرواح الكثيرين في إيران إلى أي مدى تتفق مع ذلك إيران لا تهبه لحياة الشعب الإيراني بالمطلق إيران تهبه لمصلحة نظام ولاية الفقير وبالتالي الشعب الإيراني ليس فقط خيروس فرونا قبل عدة شهور كان هناك عشر مليون إيراني يسكنون المقابل لذلك هي جزء من عملية رفع الحصار لذلك اتخذت إيران تصفية قتاباتها من أجل وراء التفاوم لأجل رفع الحصار ورفع العقوبات ويتعتبر الساحة العراقية الساحة الأهم التي تطاعت تسر الحصار الأمريكي عليها من خلال العملة الصعبة من خلال التجارة ومن خلال تسويق النفط ومن خلال النشر الميليشيات في الدول العربية وزياد الحروب فيها لذلك إيران تعتبر أن العراقية الساحة الرئيسية لذلك هي تتمسك بجميع مخالبه وينتطلب الأمر إحراق السعب العراقي وإنهاء العراق لذلك فياسة حرق العراق لأجل المصالح الإيرانية هو أسكمل أبرز لذلك إيران تريد من خلال عملية قصف قواعد الولايات المتحدة إحراج ترامب في الانتخابات القادمة والأمريكان أو الإدارة الأمريكية ترامب والحزب الجمهوري أيضا يعلمون أن فرصة الاستهداف الإيراني لهم ستزديدهم في عملية رفع الأصوات للانتخابات القادمة لذلك هو الصراع على الأرض العراقية لأجل المصالح الإيرانية وفي مقدمتها رفع الحصار طبعا فايروس كورونا يعني آذى النظام الإيراني وبالتالي هو سيتطلع لأن ينتشر في الحالة في الثوري الإيراني في قادم الأسابيع لذلك إيران ستكون بلد الوضاع الحقيقي طيب سيد عبدالقادر يعني يهدد اقتصادها وعثرها ما هي أقصى صورة لحدود هذا الصراع الصورة القاسية هي إحراق الشعب العراقي وعملية إنهاء العراق لأنها كشفت بطريقة واضحة تماما إيران والميليشيات تستخدم الأراضي العراقية والمتبرر الحقيقي هم الشعب العراقي الذين أصبحوا بلا سيادة بطريقة واضحة وباعتراف ليس فقط اليوم الشعب العراقي يقول بلا سيادة العالم أضعى وأصبح يقول أن العراق قد انتهت السيادة فيه من خلال التدخل الإيراني أقطع عملية هذا الصراع هو أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد تحب قواعدها ويعادة تمركزها في العراق من شرع عمليات قصف على المواقع الميليشيوية وبالتالي ستبقى حرب الوكالات والحرب الغير مباشرة هي الثمى الثائدة على الأراضي العراقية بالتالي الأقصى سيكون أنه استخدام الشعب العراقي المنهار في كل دناه الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والاجتماعية هو التماع البارز لهذا الصراع لتماع أن العراق ينحدر بعد تفشي كورونا بطريقة كبيرة تماما وإحفاء الأرقام الحقيقية من مزارة والسلطات العراقية أو السلطات العراق في هذه الأوقات عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالقادر النهيل شكرا جزيلا لك